لدينا خلل كبير في الدستور العراقي وهذا الذي دعا أيضا الرئيس السلطة القضائية الأستاذ فايخ زيدان يطالب بأهمية وضرورة تعديل الدستور لأنه دي نصدم أمام عقبات حقيقية من ضمنها اللي تفضلت بي حضرتك أنه الآن أي حديث عن أغلبية دون الثلثين يصبح حديث يعني هو والماكو شوية حديث عبثي لا قيمة له وتحقيق أغلبية الثلثين يعني مثل ما يقولون حطينا راس برأس بطريقة مجبورين مبطريقة عشق وقناعة زين هاي من جبنا الراس الراس وشويناها ومبطريقة قناعة تأكيدا ولكلامك بكل تأكيد راح يعني مو تقول أكو مشروع ورؤية مشتركة لبناء دولة وإنما مصلحة استمرار العملية السياسية هي التي ستكون أسباب موجبة لمثل هذه التفاهمات وليس من منطلق القناعة الحقيقية هناك منهج مشترك نتبانى عليه في عملية بناء الدولة هاي أيضا كارثة يعني يمكن لو نذهب إلى عملية عادة الانتخابات أفضل بكثير من أن نذهب إلى تشكيل السلطة التنفيذية بشقيها رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بناء على تفاهمات مصلحية لأطراف مختلفة اختلافا جوهريا في التوجهات والرؤى يعني معناها إذا ذهبنا بهذا الإختار ست شهر راح تشوف تشرين قاب أقمش من الأولى إذن هنانا أيضا راح نذهب إلى قضية إلى قضية يا أبو جعفر قد تكون أكثر تعقيدا بموجب التفسيرات الدستورية بمفقا لما فسرتها المحكمة الاتحادية إذن يجب أن يكون هناك ثلثين الولد لازم نرتبون ثلثين بسلة واحدة رئيس مجلس النواب رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بمعنى بموجب هذا التفسير لا وروح النص لا 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 عفوا بس أكمل سؤالي وتعلم الثلثين لرئيس الجمهورية أنا ما أنطق صوت الرئيس الجمهورية إذا ما تصوت الرئيس الوزراء وما أنطق صوت إذا ما تصوت الرئيس المجلس النواب بمعنى أريد ألج إلى نقطة إذن ماكو معارضة هي هنا القرار منع أن تشاء معارضة لأن أنا ما يصير أصوت عبد الثلثين ورد الثلثين أصير معارضة إذن قطعت طريق هذا التفسير أو الدستور على أن توجد معارضة برلمانية مثل العالم ناس تحكم وناس تعارض يعني أتفقوا يا حضرتك نعم أنه الآن أرجع وأكد وفق تفسير المحكمة الاتحادية لنصاب جلسة اختيار رئيس الجمهورية بالثلثين قلت لك أي حديث عن أغلبية هو حديث عبثي لكن لا نستطيع أن نقول أيضا أنه لا توجد معارضة عندما حجم الوزن يعني وزن المعارضة سيكون أقل من الثلث أقل من الثلث يعني وفي مجابهة ثلثين بلس التي تشكل جلسة اختيار رئيس الجمهورية وبالنتيجة المتفاهمة على اختيار الرئاسات الثلاثة والكابينة الوزارية بمعنى آخر كأنه الدستور العراقي أو كأنه أرادة المحكمة الاتحادية تقول أن عمليات التحول أنصر الزمن عامل جوهري فيها لا يمكن الانتقال من مرحلة إلى مرحلة بحالة فجائية ولذلك عملية الانتقال من حالة التوافقية 100% إلى حالة الأغلبية والمعارضة تحتاج أن نمر بمرحلة أغلبية مرتاحة أكثر من الثلثين ومعارضة أقل من الثلث كمرحلة إلى أن تتوازن فيها حجوم وأوزان المعارضة أو الموالات والمعارضة ترجمة نانسي قنقر